بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبهن السعين ومنه نطلب السدادة والتوفيق والنجاح متابعين الكرام مستمعين الأفاضل أسعد الله مساءكم وجميع وقاتكم بالخير والمسرات لا زالت الانطلاقات متواصلة في هذا المساء شوطن يليه الآخر من أشواط الخير والبركة وترحبنا بكم يتجدد مع انطلاقة شوطن الثامن لفئة القعدان ومع تحديات سن اللقاية من مسافة الأربعة كيلو متر ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان مهرجان ولي العهد للهجن في النسخة الخامسة المقام هنا في ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة نذهب ونسير إلى المركز الأول إلى مذخور من يحتل المركز الأول بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بقيادة المضمر خالد بن عبدالله بن طالب بن شريم المري في عملية التضمير المركز الثاني الوصول والقدوم في هذه اللحظات من الهدار لحمد بن محمد بن فهيد العجمي هو القادم على المركز الثاني وفي المركز الثالث القادم في هذه اللحظات داس بشعار بن طماطم هو القادم في هذه اللحظات حمدان بن محمد بن مبارك بن طماطم العفاري من يحتل المركز الثالث والمركز الرابع الوصول من قبل شاهين لهجن العاصفة غياث الهلال في عملية التضمير المركز الخامس وصل في هذه اللحظات شعار كيابو محمد مع أشقر عقاب بن محمد بن سليم الدهاسي هو القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة أشقر بالمركز الخامس نعود إلى المركز الأول نعود إلى صدارة الشوط وإلى انطلاقة مذخور مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط بهذا الشعار المتميز شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم في عملية التضمير يتابع لنا تحركات مذخور وانطلاقة مذخور مع المركز الأول المركز الثاني قدم في هذه اللحظات مقدام ماجد بن مذود بن عايد الشمري هو القادم مع المركز الثاني ليصل في هذه اللحظات فيه هو ظهور وهو الندال هذا الشعار القادم وبكل قوة شعارك يا بن مذود مع المركز الثاني مع مقدام ماجد بن مذود بن عايد الشمري من يحتل المركز الثاني المركز الثالث وتابع الوصول وتابع القدوم من شعار بن بيشان مع الهدار هو القادم حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي من يحتل المركز الثالث ورابعا شعار هجني العاصفة مع شاهين وغياث الهلالي في عملية التضمير ولكن الوصول والقدوم من قبل جينكيز هو القادم بكل قوة فلاح بن سويلم بن محمد السدري اللعنزي قادم في هذه اللحظات مع انطلاقتي جينكيز من وصل في هذه اللحظات والأسماء التي بدأت بالظهور بدأت بالقدوم شعار أشقر في هذه اللحظات يصل شعار أعقاب بن محمد الدهازي والقادم بن كليب هو المنطلق مع مشغل عبد العزيز بن سيب بن علي بن سويلم الاكتبه من يصل في هذه اللحظات والقدوم والوصول من شعار ماجد بن سعد بن عبد الله بن علي المنهالي مع هداد ولكن العودة إلى مقدمة الشهود إلى المركز الأول إلى مذخور 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 مع مقدمة الشهود هو المتقد في هذه اللحظات المندفع بالصدارة منذ البداية إلى هذه اللحظات محكم القبضة على مجريات هذا الشهود مذخور بالمركز الأول بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من يتقدم في هذه اللحظات لينطلق مذخور مع المركز الأول خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري متابعا لنطلاقة مذخور في عملية التضمير ألف وميتين يا أبو عبد الله ما تبقى عن الفوز عن النوماتس عن الانتصار عن الفوز الثمين في هذا المهرجان الأسما بدأت بالظهور والشعارات بدأت بالقدوم شعار في هذه اللحظات الاكتبهي قادم مع المركز الثاني وشعار هجن العاصفة ثالثان والقادم شعار مبارك بن علي بن محمد الجابر المري هو القادم مع الغربي من يصل مع المركز الرابع في هذه اللحظات هو أيضا القادم شعار فهد بن عوض بفهد الشمري مع برزان ولكن مذخور 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 هو المتقدم في هذه اللحظات المندفع بالمركز الأول ما شاء الله تبارك الله على مذخور بلا وامر بلا تعليمات يقدم العروض التلقائية الممتازة ما شاء الله تبارك الرحمن على مذخور وأداء مذخور المتميز بهذا الشعار المتميز ما شاء الله تبارك الله مذخور مع المركز الأول بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مذخور بالشعار الأخضر مذخور بالشعار الأخضر من يتقدم مع الخمسمية متر النهاية والخطيرة في هذا الشوق شعار هجن العاصفة قادم بكل قوة مع شاهي مع المركز الثاني والقادم في هذه اللحظات منبه بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة يصل مع المركز الثالث تقدم إلى المركز الثاني ولكن مذخور الأمتار النهاية يا أبو عبدالله حرك مذخور حرك مذخور مع المركز الأول مذخور لمن النماس ما شاء الله تبارك الله انطلق هذا البطل بكل ما أتي من قوة ليثبت للجميع مدى قوة وحضور هذا الشعار تهانينا والنماس لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الفوز والحضور المشرف مشكور بو عبدالله مشكور على هذه المتابعة المركز الثاني منبه بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة بمتابعة سعد بن حمد بن صافية ثالثا شاهي لهجن العاصفة ورابعا شعار مبارك بن علي بن محمد الجابر مع الغربي والمركز الخامس شعار في هذه اللحظات فلاح بن سوين بن محمد السدري من احتل المركز الخامس في هذه الشوط نعود بتاني وتبريكات لمالك مدخور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من قدم لنا مدخور بطلا لهذا الشوط هانينا وألفي مبروك وتاني وتبريكات لخالد بن عبدالله بن طالب بن شريم على هذا الفوز التوقيت الزمني توقيت مدخور صاحب المركز الأول في هذه الشوط هانينا والف مبروك وتوقيته الزمني 6 دقائق 27 ثانية 98 جزء من الثانية المركز الثاني من احتل المركز الثاني في هذا الشوط منبه بشعار سمو الشيخ ناصر من حمد بن عيسى الخليفة من قدم لنا منبه بمتابعة سعد بن محمد بن صافية والتوقيت الزمني 6 دقائق 33 90 جزء من الثانية ثالثا شعار هجن العاصفة 6 دقائق 38 34 جزء من الثانية تهانين والف مبروك اشتركوا في القناة